صباح الخير ويسعد لي أوقاتكم جميعاً أني ما كنتوا عم تتابعوني رجعت لكم فيديو جديد ووصف جديدة غير شكل اليوم عملت على الغداء أطيب أكلت محاشي بس عملت هالفيديو بالذات للمحشي ببرغل فقط لأنه بما أني عامل كتير محا محاشي فقررت أني أعمل هالفيديو للمحشي ببرغل فتابعوا معي طريقة التحضير وشوفوا كيف عملت أطيب محشي ببرغل حلبي عالمي بيلزمني للمحشي ببرغل خضار اللي هنه فليفلي حمرة وفليفلي خضرة وبندورة وبصل وبقدونس وناعة من قبل بيقوم كاسة حمص وعندي تقريباً كاسة ببرغل خشن عمقية أو حتى كاشف اللي المتوفر عندكن أنا بحم بخسله وبحمصه بشوية سمنة أو بشوية دهنة بفروم المكونات الخضار كله ناعم بهذا الشكل وبضيف فوق معلقة كبيرة دبس فليفلي ومع الأكبيرة دبس بندورة وطبعاً العنصر الأساسي والمهم فيها الأكلة اللي هو دبس الرمان يعني دبس الرمان أساسي جداً لنجاح المحشي ببرغل طبعاً رشة الملح ما بصير بلاها بتعطي طعم مميز في الأكل خاصة لما بكون في شي حامض معون مثل الدبس الرمان بضيف فوقهم الحمص بعد ما غسلته وبحط جزء من الدهنة أنا عملت تشكيلة محاشي فلزالي قررت أعمل شوية محشي ببرغل وباخد جزء من اللحمة بالنسبة للحمة أنتوا بتحددوا كمية اللحمة لأنه في ناس ما بتحط لحمة في ناس بتحط لحمة أنا بحط جزء بسيط وبرش اللبهار بما أنه حط لحمة ودهنة طبعاً الزيت النباتي لك الحشوات المحاشي أنا ما فيني بلا أبداً بجيب البرغل بحمصه بالسمنة متل ما قلت لكم أو بالدهنة بتطلع طعمته قطيب كتير من لما بتحطه ني فوراً فوق الخضار وبحطهم بهذا الشكل مع بعضهم وبحرقهم كتير منيح وبعدين بدوقهم إذا بحاجة لدبس رمان أكتر طبعاً أنا بضيف شوية مي لحتى الخضار تبلش ينزل مننا مي في حال بتكون ملح أكتر بتكون دبس رمان أكتر بتحطوا أنتوا حسب الرغبة بعدها برش مع الأكبير من النعناع المجفف وإذا ما متوفر عندكم نعناع مجفف يكون تحطوا نعناع أخضر كمان تطلع كله طيب وما يكون نعناع أخضر بتبقى طعمته ظاهرة أكتر من النعناع المجفف بحرقهم بهذا الشكل وبعدين بلش بحشي البنجان طبعاً هذا النوع من المحاشي ما بينحشى نصه بده ينحشى كتير زيادة يعني لأ بتي حط الحشوة واضغط بالإبهام وأرجع حشي لحتى حس أنه البنجانة كتير انحشت لأنه بدك تحطوا في البال أنه الخضار على النار رح تدبل فرح تضل البنجانة فاضية لذلك نحن منحشي الخضار الزيادة عن اللزوء ومنضغطها بهذا الشكل بالإبهام ومنرجع منحشيها هيك لحتى تخلص عندي كل الكمية طبعاً بما أني أنا عاملة محشي فبحط المحشي لبرغو المنفوق لأنه بيستوي أسرع يعني بعد نصف ساعة بيستوي برش ملح وشوية نعنع مجففة وبحطوا مدقوق وبعدين بتقلهم بالتقلة وبعدين رح بأعمل المرأة اللي هي دبس باندورة ومي في حال أنتوا بتعملوا المحشي ببرغو لحاله بدون محاشي بتحطوا شوية دبس رمان مع المرأة بيعطي طعمي أطيام أنا بالنسبة للدهنة بكل المحاشي بحط الدهنة بالحشوة وبحط أجزاء من الدهنة مع المرأة بتطلع الطعمي كتير طيبة وبيطلع حتى لون المحشي أحلى بصر له لمعة بغمرهم بالمي بهذا الشكل وبحط لهم تقلي وبعيفهم على النار يغلوا هنن بيغلوا بحط الحمض فيكن تحطوا حسرهم فيكن تحطوا ملحي الليمون الليمون يلي متوفر عندكن أخد معي تقريبا ساعة وربع بعد الغليب بوطي النار تحته وطلع عندي أطيب أكلة محاشي عالمية رح حط لكم رابط المحاشي بأسفل الفيديو فيكن تدخلوا وتشوفوا وهي عندي أطيب محشي برغول طعمة دمس الرمان ظاهرة وكتير طيبة وهي تكون صنع لنهاية الفيديو إذا حبيتوا وصفاتي وفيديوهاتي تابعوني على قناتي على اليوتيوب قناة المطبخ الحلبي وشكرا لألكون على المتابعة